السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوة الأعزاء متابعين قناة الحقيقة الصادقة فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم مجربات من الطب البديل سوف نتحدث اليوم ونتابع سلسلة حلقاتنا عن أمراض الكبد تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن الضعف العام للكبد ضعف وظائف الكبد تقوية الكبد اليوم سنتحدث إن شاء الله وتحدثنا أيضا عن ضمور الكبد وتضخمه اليوم سنتحدث في موضوعين مهمين جدا ألا وهما علاج التهاب الكبد الفيروسي وعلاج التهاب الكبد الوبائي فأرجو كما تعودنا سابقا أن نحضر ورقة وقلم حتى نقوم بتسجيل هذه الوصفات وصفات إن شاء الله طبيعية آمنة موجودة ومتوفرة إن شاء الله نبتدأ بحول الله وبقوته بالنسبة أولا إلى علاج الالتهاب الكبد الفيروسي في عندنا مادة يا إخوان موجودة ممكن نلقاها عند العطارين وهي حب العزيز حب العزيز هذا مناخذ ملعقتين من حب العزيز منجيب ماء مغلي ومننقع حب العزيز في الماء المغلي منتركه 10 دقائق ومن ثم منبرده أو فاتر أو ساخن كما يحلو لك منحليه بعسل النحل منحليه بعسل النحل ومنشرب منه صباحا ومساءا إن شاء الله أيضا الكراوية وما أظن إنه ما حدا بيعرف الكراوية موجودة عند كل الناس الكراوية مشهورة جدا الكراوية أيضا منقوع الكراوية منغليها ومنشربها بعد تحليتها بعسل النحل في عندنا شيء أيضا ممكن نجده عند العطارين ألا وهو المحلب الشامي هذا المحلب الشامي منستخدم مغلي العشبة بعد تحليته بعسل النحل أيضا منستخدمه مرتين صباحا ومساء تحدثنا أيضا هذا مفيد لكل أمراض الكبد الجنسينج الأبيض الجنسينج الأبيض منأخذ أوراقه وجذوره إما منأكل الأوراق أو تطهن البذور مع الأوراق بعد تجفيفها وتنقع في ماء ساخن أوراق وبذور الجنسينج الأبيض وممتاز جدا هذه وتأخذ أيضا مرتين يوميا صباحا ومساء الجنسينج الأبيض الجنسينج الأبيض وذكرت في جميع وصفات أمراض الكبد إذن أنت بتقدر تستخلص من سلسلة هذه الحلقات أن الجنسينج الأبيض كبذور حتى لو ما لقيت الجذور كبذور ممكن تستخدمها هذه البذور بعد ما تنقعها في ماء ساخن لمدة 10 دقات تستخدمها كمشروبك اليومي الحرجل أيضا الحرجل ذكرناه في وصفات الكبد الحرجل تستخدم أوراقه كشراب أوراق الحرجل منغليها مننقعها ومنحليها بالعسل إن شاء الله إنه ممتاز جدا أيضا قلنا إذا ما لقينا الجنسينج الأبيض في عنا الجنسينج الأحمر وتستخدم جذوره وأوراقه يؤكل سفوفا يؤكل سفوفا أوراقه وجذوره أو بذوره الذي تجده من الجنسينج الأحمر إن شاء الله إنه نافع ونأكلها سفوفا بعون الله وبقوته في عنا أيضا الزنجبيل مغلي الزنجبيل ممتاز جدا لعلاج التهاب الكبد الفيروسي الزنجبيل مغلي الزنجبيل ويحلى بالعسل نحن دائما نفضل العسل في عملية التحلية وأيضا في عنا شيء آخر يسمى الأرض شوكي وهو موجود ومتوفر في بلادنا متوفر في الجبال يخرج عادة بعد الربيع بفصل الربيع يخرج الأرض شوكي تستخدم الأزهار والأوراق شرابا مغلي كل لتر ماء منحط عليه 30 جرام من الأرض شوكي من الأزهار والأوراق كل لتر ماء نضع عليه 30 جرام من الأزهار والأوراق لنبات الأرض شوكي وتأخذ إن شاء الله شرابا وإذا أردت تحلية يحلى أيضا بالعسل فصار عنا مجموعة الآن من الوصفات اللي معظمها شراب معظمها شراب معظمها شراب فأنا دائما بفضل دائما بفضل يعني إذا الآن أنا عندي البرنامج بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي أي إنسان بيجيني ما بخليه يختار ما بخليه ينجي تنقاية لا أنا بعطيه كل ثلاث وصفات مع بعض كل ثلاث وصفات مع بعض يعني منجيب حب العزيز منجيب المحلب الشامي ومنجيب الحرجل الحرجل زائد المحلب الشامي زائد حب العزيز منأخذ كميات متساوية ملعقة 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 طبعا إنت يوم ما تشتغل يوم ما تيجي تشتغل صعب جدا إنه كل يوم تعمل ثلاث ملائق فشو إحنا منحكي منجيب مثلا ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو عشان تعمل لكمية تعمل لفترة قادمة بحيث إنه ما تغلب حالك يوميا في العمل فمنجيب ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو منحضرهم عنا منأخذ منهم ملعقة ومننقعها بكاسة ماء صباحا وكاسة ماء مساء إذن إحنا اختصرنا ثلاث وصفات في وصفة واحدة هذا برنامج اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثاني منأتي بالوصفات الباقية وهي الجنسنج الأبيض والجنسنج الأحمر والأرضي شوكي الجنسنج الأبيض والجنسنج الأحمر والأرضي شوكي منجيب كميات متساوية من هذه المواد وأيضا نفس الشيء مننقعها ملعقة بعد ما نخلطها مع بعض بحيث إنه يتجانس عندنا المخلوط من هذه الأوراق منجيب ناخذ ملعقة منها مننقعها في كاسة ماء صباحا 10 دقائق مغلي وكاسة مساء هذا اليوم الثاني اليوم الثالث منرجع للرقم واحد للوصفة اللي هي رقم واحد اللي هو اليوم الأول فأنت بتعمل عندك برنامج هذا منعمل منه خليط مقدار كيلو وهذا منعمل منه خليط مقدار كيلو بحيث إنه هذا يحتوي على ثلاث مواد وهذا يحتوي على ثلاث مواد بناخذ منها مثل ما اتفقنا بنقسمها لأيام من السبت إلى الجمعة هذا استخدام سبت اثنين أربعة هذا استخدام أحد ثلاثة خميس ولا مانع لو عملت يوم فاصل لا مانع فإذن هيك أنت بتوفر على حالك وبتسهل على حالك العملية يعني الآن إحنا بس نطرح الوصفات كثير بيجوني وبقولولي طيب كيف بدي أوفق بين كل هذه الوصفات كيف بدي أوفق بين كل هذه الوصفات فبقولهم هذه الطريقة طريقة إن شاء الله مفيدة لكن مثل ما اتفقنا دائما إنه أي فترة علاج هي على الأقل ثلاث شهور في كل حلقة بعود وبأكد على النقطة هذه إنه أي فترة علاج تستمر عنا لمدة ثلاث شهور على الأقل حتى تؤتي أكلها وتحس إنه في تحسن تدريجي أنا كيف بعمل الخلطة عندي حتى إنها تكون جاهزة أمام المستخدم وأمام المريض أنا بخلطها وبعملها بالعسل بعسل السدر الطبيعي الصافي 100% باخذ كميات متساوية من المجموع كامل من مجموع السبع وصفات إحنا ذكرنا 1-2-3-4-5-6-7-8 وصفات ثمن وصفات جب أخذ كميات متساوية من هذه الثمن وصفات هذه الكميات المتساوية بخلطها على العسل السدر الطبيعي العسل السدر الطبيعي أو عسل حبة البركة أنا بفضل استخدام العسل السدر الطبيعي أو عسل حبة البركة الطبيعي المئة بالمئة هذه منخلطها على مقدار كيلو على مقدار كيلو وهذه بتكون جاهزة أمام المريض هذه إخواني بالنسبة للعسل مناخذ منها ملعقة صباحا وملعقة مساءا ملعقة صباحا وملعقة مساءا كما تعودنا دائما أنه في عنا بعض المحاذير بعض المحاذير المرأة الحامل المرأة المرضع ممنوع تاخذ من هذه الوصفات باختصار الآن لو رحت على الصيدلية واشتريت باندول شريط باندول لوجع الرأس للصداع افتح الرشاة بتلاقي فيه محاذير لا يشترط أنه أنت تتأثر من هذا الحذر المعين الموجود فيه لا يشترط لكن لو وجدت التجارب أنه نسبة لو أنها 5% نسبة من النساء الحوامل والمرضع تأثروا بالجمع في هذه الوصفات فإذا بنعتبرها محذور عام محذور عام على جميع الحوامل والمرضعات ممكن إنها ما تتأثر لكن لأنه فيه نسبة تأثروا من هذا العمل فإحنا بنحكي محذور عام على الحوامل والمرضعات لماذا؟ لأنه هذه الأعشاب بالنسبة للحامل بتنتقل عبر المشيمة وبتغذى منها الجنين وأيضا بالنسبة للمرضع تنتقل عبر الحليب ويتغذى منها الطفل أثناء الرضاة فإحنا بنحذر دائما ممنوع استخدام هذه الوصفات بالنسبة للحوامل أو المرضعات أتمنى أنه اليوم أنه تكون هذه الوصفة أنه تكون حازت على إعجابكم علاج الالتهاب الكبد الفيروسي طيب ثانيا رح نتحدث اليوم عن التهاب الكبد الوبائي وأيضا ياريت يكون معك شيء تسجل فيه ياريت يكون معك شيء تسجل فيه وإن شاء الله أنه رح تكون المقادير بسيطة جدا أولا الثوم يأخذ فصوص على الريق يعني الثوم إحنا بنعرف الثوم ليش فائدتم ونقول لك ابلع فص أو اثنين على الريق طبعا هو المقدار ثلاث فصوص على الريق لكن فيه عندنا أيضا محاذير بالنسبة لمرضع الضغط مرضى الضغط بالنسبة للثوم بد يكون بحذر شديد فإحنا بنقول فص واحد إذا قدرت تبلع فصين أو ثلاث فصوص أفضل أفضل وأسرع في النتيجة لماذا؟ لأن الثوم يعزز جهاز المناعة أنا بهمني أقوي جهاز المناعة فالثوم يعمل على تقوية جهاز المناعة التمر أيضا التمر ينقع في ماء التمر ويشرب منقوع التمر أو أكل التمر واضب على أكل التمر لو سبح حبات وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبح حبات تمر يوميا ممتاز جدا أو أنه بتنقعه وبتشربه بتشرب منقوع التمر أيضا السفرجل هون شو منساه بالسفرجل بالنسبة لهذا المرض مربى السفرجل مربى السفرجل وذكرناه السفرجل في وصف قديمة بالنسبة للكبد لكن كبذور وجذور وأغصام لم نذكرها كمربى في هذا المرض بالتحديد نأكل مربى السفرجل القصط البحري القصط البحري أيضا موجود عند العطار يشرب عصيرا أو يحلى بعسل النحل عصير القصط الهندي طبعا القصط البحري عفوا القصط البحري ممكن تأخذ منه سفوف يعني نص ملعقة برأس الملعقة نص ملعقة صباحا تسفها سفوف مع قليل من الماء ممتاز جدا أو إنك ممكن تعمل مغلي القصط البحري ويشرب عصيرا ويحلى بعسل النحل أيضا الأثل الأثل أيضا ذكرناه في وصفاتنا لعلاج الكبد وأعيد وأكرر أنه مفيد جدا الأثل يطبخ جيدا ويأكل حصلبان حصلبان أيضا من المواد الموجودة عند العطار يمضغ أو يشرب المغلي طبع حصلبان بعد من برده أو منمضغ ومضغ حصاء البان البابونج يأكل ويشرب عصيرا أو مغلي البابونج البابونج معروف يعني منستخدمه في كل وصفات أي شيء يتعلق بالنظام الغذائي لجسم الإنسان البابونج البابونج إغلي مي وخط عليها بابونج وتركها تنقية لمدة 10 دقاق وشربها بعد تبريدها بالعسل أيضا المرمية إما منغليها أو منأكلها سف مفيدة جدا زيت الياسمين زيت الياسمين هذا مندهن منه إن شاء الله مندهن منه على مناطق المعدة مناطق خلف الظهر ممتاز جدا البلح يؤكل ويغلى ويشرب ماءه البلح إما البلح أو التمر لك حرية الخيار لكن احرص إنه تكون نوعية ممتازة لا تسترخص النوعية لا تسترخص النوعية فهذه إن شاء الله هذي بتكون على علاج أو التهاب الكبد الوبائي إذاً تحدثنا عن التهاب الكبد الفيروسي والحمد لله المنتج جاهز والتهاب الكبد الوبائي أيضاً المنتج جاهز يشتمل على جميع هذه العناصر مع عسل السدر وعسل حبت البركة الطبيعي 100% إن شاء الله إنه جاهز للجميع الوصفات موجودة أمامك ممكن تجيبها تدونها على ورقة وتنزل عند العطار تشتريها وتاخذ مقادير متساوية كل ثلاث وصفات مع بعض كل ثلاث وصفات مع بعض ومنستخدمها بيوم محدد بتجيب نتائج إن شاء الله أتمنى أني أكون فتك في هذه الحلقة إخواني الأعزاء مرة أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل خاصية الجرس حتى يصلكم كل جديد الإعجاب أو عدم الإعجاب بالفيديو هذا من شأنك أهم شيء كما نكرر دائماً التعليقات إذا عندك وصفة لالتهاب الكبد الفيروسي أو التهاب الكبد الوبائي مجربة وأنت واثق أنها مجربة يريد تكتبها في التعليقات حتى يستفيد منها الجميع إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم العافية ودنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر